أصدقائي الأعزاء صباح الأنوار صباح السرور صباح الصباح على عيونكم الحلوة وعلى قلوبكم الطيبة حديثنا من مشيئة الله لهذا الصباح من قناة صوت الإنسانية من القلب إلى القلب بعنوان مجموعة من الأخوات الطالبات من أهالي سبع البوري الكرام طبعا الطونة أسماءهم هم يعني أسماء حقيقية أو وهمية مثلا أمي حبيبتي أبي حياتي كذا من هيك أسماء طبعا بحدود الـ 11 أو 12 أو 13 فتاة يعني 13 طالبة من أهالي سبع البور يقولون عمو أريد نقولك بس كلمة واحدة تكتب العنوان يسقط محافظ بغداد والأحزاب اللي بسبع البور قلت لها عمو ما عندي مانا أكتب يسقط المحافظ وتسقط كل الأحزاب اللي بسبع البور ما عدنا مانا تقول عمو إحنا عدنا سؤال واحد اللي ننوجهه للسيد محافظ بغداد المحترم بكل أدب وكل احترام أي مجمع سكني أي منطقة سكنية أول ما تنبني أول ما يضعون إلها الحجر الأساس يسوون البنى التحتية المي والمجاري والتبليط والتليفون والكهرباء يعني أهم شيء أهم شيء هو تصريف المياه الثقيلة يعني المجاري زين سبع البور من الثمانينات من الثمانين ذاك النظام سواها ذاك النظام ما بناها يعني ما بلطها ما سواها هسا الجماعة يجونا من 2003 إلى هسا يعني هم صار عشرين سنة زين إحنا بس نسأل سؤال ليش ما يبلطون سبع البور ليش ما يسوون مجاري وتبليط يعني ليش ما يسوها لو فلوس ماكوا لو خباثة منعتهم الآن داي بلطون بحي العدل شوارع حي العدل دايق يكسون الشوارع تقول زين إحنا طلاب جامعيين الخط الخطوط ماذا تقدر تجي الطب ما تقدر الطب تجينا السبع البور أو إحنا ما نقدر نطلع من بيوتنا للسيارة يعني شون إحنا نمشي نمشي بهذا الماء يعني لو أن يوصل للرقبة إحنا نقول له تبرنا مثل بناتك ليش يا سيد المحافظ يا سعاد المحافظ يا سيادة المحافظ ليش ما بلطنا سبع البور يعني مو من اختصاصكم مو من واجباتكم تقول احنا متعجبين خلي طلع واحد يقول ما عدنا فلوس يا با ما عدنا امكانيا نبلط ونسوى مجاري حتى نسكت والباقي عليك استاد أولا بناتي ما أقول بنتي بناتي العزيزات حقهم الله حقهم يسقط المحافظ وتسقط كل الأحزاب السياسية والدينية والعلمانية والمكانية كاوية وشعر بنات ونولي ونباتل بسبع البور كلها لأن كل من ساكت هو شيطان الساكت عن الحق شيطان أخرس أنا أقول له للسيد محافظ بغداد المحترام سبع البور من أشرف شرفاء بغداد من أشرف شرفاء العراق لأن ضحوا ضحوا بأبنائهم من أجل الحفاظ على بغداد أن ما تسقط حتى تخليك أنت وأمثالك تقعدون بالمحافظة تدي لوما لما 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 الحجد والحجد العشائر الكريم كلهم هبوا هبت رجل واحد سبع البور أو أنت ومئات الشهداء إحنا طبعا ما نعتب على قائم مقام التاجي ولا مدير ناحية التاجي ولا مدير بلدية التاجي ولا أي مسؤول بهذه المناطق نعتب عليك أنت محافظ بغداد أنت مقصر النسي ما لقاعه ونقول لك تسقط تسقط لأنك منافق وكذاب منافق وكذاب آيات المنافق ثلاثة إذا تحدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا تمنخان أنت وليس الدليامي وكلكم اللي قشمرت الناس تجون بالانتخابات انتخبونا وانتخبونا وانتخبونا عيب عليكم استحو شوية أنت شغلك شنو محافظ بغداد طلبوا منك شباب سبع البور أن تجيب نساء من أوكرانيا لهم تزوجهم طلبوا منك سبع البور هي شي طلبوا منك تجيب نساء إيرانيات أو تركيات أو أجنبيات ما طلبوا منك عمي قلوا لك ودينا رحلة للقمار ودينا السياحة يعني ما قلوا لك شي تبليطوا هاي غصبا عليكم غصبا عليك أنت محافظ بغداد غصبا عليك وعالعينك غصبا عليكم أن تساوون تبليطوا ومجاري ومي وكهرباء وتليفونات تجرون ليش ماكوا ليش شنو درجة ثانية هاي لو بالأعظمية مو مو يزينون الشواربكم لو بالكرادة لو بالسيدية ليش ليش يا عمي ليش تخلون الناس تترحم على غير النظام مو أذيتونا انتو أذيتونا بمعنى كلمة الأذية شنو فضلكم علينا أنت محافظ أنت بس قولي بس قولي عمي محافظ بغداد الله يطول عمرك السحنة ده نحنشيك بكل أداب وبكل أخلاق ده نقول لك عمي ليش ما تبلط سبع البور ليش ما تسوى مجاري بس ده فهمنا قول لنا قول اطلع قول ما عدي فلوس الدولة مدت الطينية حتى نقول نعم نطلع لهيش دولة عفطية لك رصيدنا بالبنك المركزي تدي شقد عدنا من الدولارات تدي شقد عدنا ذهب تدي شقد عدنا فلوس يعني هي ش تكلف مليونين دولار ثلاث ملايين دولار تكلف يدو قولي شقد تكلف هيه إذا انتم تبلطون مجاري ما تسوون لعش شغلكم شغلكم شنو ده تدخلون دورات ما راقصات يمكن يمكن محافظ بغداد عندك فرع تدخل راقصات وتهد وتزهن للكرادة يرقصا ويتجيب لكم فلوس عيب عليكم عيب عليكم استحوا الفين وثلاثة وعشرين ماكو تبلط ماكو مجاري طلاب المدارس مايطلعون وش ماله شم تسوي هذا الاعلان يعني أنا الاعلان راح أخليه أول شي الاعلان راح أخليه أول شي محافظ بغداد محافظ بغداد شي اللي يدي يسوي الأخ اللي يدي يسوي اللي يدي يسوي تطوير منتزه أو متنزه أبو نؤاس لإحياءه من جديد كمركد سياحي قرب تطوير متنزه أبو نؤاس وإحيائه من جديد كمركد سياحي ليش تهل أبو نؤاس وتسوي مرككد سياحي إيدي تعال شوف الحسينية شوف الزعفانية شوف المناطق هذه تعال شوف سبع البر سبع البر تعال شوفها شبه ما بيئة تروح لأبو نواس هون يروح لأبو نواس ما نقول لك الخمارة وما نقول لك لا عراقين كلها يتروح لأبو نواس بالعافية طورنا أبو نواس ونقول لك جزاك الله إلى فخير بس أول مرة أكون مهم وأكون أهم أول مرة بلطنا سبع البر وسوينا مجار بيها وتسويها ومتنزهات تسوي بيها وخليه ما يستهلون مو ضحاو انت ضحيت بابنك هسدي تعال شوف كم شهيد اخو بسبع البور كم معوق بسبع البور كم واحد بسبع البور متأذي تعال شوف ولكن انت ما تجي لان صعبة عليك تعوف الكرسي مالك واحنا هماتي ننضيف صوتنا للأخوات الطالبات للثلاث عشر طالب نقول يسقط 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 محافظ بغداد ويسقط وتسقط كل الأحزاب السياسية والدينية والعلمانية اللي دا تشتغلوا تسبع البور لان ما قدموا شي نهائيا نهائيا ما قدموا شي لا مجلس شيوخ ولا مجلس اعيان ولا مجلس نواب ولا مجلس ما ادي شنو كل هاي كلاوات ما سويتوا شي طرحون مجالس كلها فقط طرحون للمحافظ اتمسحوا لو تاخذونه يا صور او زرنا وتشرفنا بزيارة فلان وما دي شنو ووعدنا ووعدنا بخيرا ان شاء الله هاي جبتوها صالكم ست سنين سبع سنين بهالكلاوات فاقول عار على والله العظيم حتى ما دوانو الشيح شو عليكم الشيح شو عليكم ناس ما عدكم غيرة لانكم دتخونون الامانة الدولة دتطيكم رواتب دتاخنون رواتب انتو انا عف كل زين احد اسباب اللي ما تشتغلون تردون الناس ان تنقم وتتكلم بكل شدة وبكل سوء على هذا النظام الجديد حتى تقولون الشيعة مو ما الحكوم الشيعة فاز دين الشيعة كذا الشيعة كذا وهي هاي الحقيقة جيب لشيعة خوش آدمي بالحكومة ماكو دي يجيبون حسالة الشيعة يخلوهم بالمراكز مثل هذا المحافظ هو محافظ بغداد منين لو من التيار لو من الدعوة مر لا تيار ومر لا دعوة مر لا تيار ومر لا دعوة ومر لا دعوة ومر لا تيار ويسأت صباحكم اصدقائي ونقولكم عاش الاراق